اشتركوا في القناة قبل الإسلام أن يذبح أحد أبنائه تقرباً إلى الله عز وجل إذا رزقه بعشرة من الولد وعندما وقعت القرعة على عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يذبح حتى افتداه والده بمئة من الإبل أما الذبيح الثاني فهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام الجد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الأمر لإبراهيم عليه السلام بذبحه ثم فداه الله تعالى بذبح عظيم قصة الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تزوج سار ابنة عمه واستقر معاً في فلسطين بعد أن ترك مصر هرباً من ملكها ومعهما خادمتهما هاجر كانوا جميعاً يعيشون حياة هادئة راضية في بلاد الشام لكن كانت أمنية إبراهيم عليه السلام أن يرزقه الله عز وجل بالذرية الصالحة واعتقدت سار أنها حرمت الإنجاب فوهبته هاجر وبالفعل تزوج إبراهيم هاجر فحملت هاجر فغارت منها سار وشكتها لسيدنا إبراهيم الذي أخبرها أن تفعل بها ما تريد وبعدها وضعت هاجر إسماعيل عليه السلام في فلسطين وقد فرح سيدنا إبراهيم عليه السلام بابنه الأول إسماعيل عليه السلام الذي رزقه الله عز وجل به وعمره ستة وثمانون عاماً وقبل مولد إسحاق عليه السلام بثلاث عشرة سنة ولما ولد إسماعيل أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سار فخر لله ساجدا فقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه السلام فرزقه إسماعيل وبارك عليه وكثر له ونمى له جدا فأعطاه إسحاق لهذا كانت قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام هي بداية نسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسماعيل أبى العرب ولأن سيدنا إسماعيل عليه السلام هو استجابة الله تبارك وتعالى لدعوة إبراهيم عليه السلام فاسمه يعني سمع الله أو سميع الله أو الله يسمع وهو يعني ذلك بالعربية والعبرية وبعد أن ولدت هاجر سيدنا إسماعيل شعرت سارة بالغيرة والغضب ولم ترغب أن ترى وجهها فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يسير بهاجر وابنه إسماعيل إلى جبال حيث مكة الآن وكان إسماعيل عليه السلام حينها ما زال رضيعا ولا تملك هاجر من أمرها شيئا وفي وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا ناس ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر وولى ظهره عنها ولما تعلقت بثيابه تسأله لماذا وكيف يذهب ويدعها مع ابنهما الرضيع في صحراء خالية فلم يجبها حتى سألته آه الله أمرك بهذا فقال إبراهيم عليه السلام نعم فردت هاجر فإنه لن يضيعنا واستسلمت القبطية المصرية رضي الله عنها ورحمها الله لأمر الله تبارك وتعالى وحكمته وفي رحلة عودته إلى فلسطين دع إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وتمر هاجر مع ابنها بواحد من أقسى المواقف في قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو أيضا من أعظمها حين نفد منها الماء وجف لبنها وحارت كيف تطعم ابنها الرضيع في الواد المغفر فتطلعت حولها ولم يكن هناك سوى الجبال وبدأ صراح الطفل الصغير يعلو فصعدت إلى أقرب جبل لها وهو الصفا تتطلع لترى أحدا أو شيئا فلم تجده ثم نزلت إلى الوادي وصعدت إلى أقرب جبل آخر لها وهو المروة كي تلحظ أي مارة يساعدونها فظلت هاجر عليها السلام هكذا تسعى متلهفة بين الصفا والمروة سبع مرات وإذا بفضل الله ورحمته ماء يظهر عند قدمي إسماعيل الرضيع عليه السلام بعد أن بحث عنه ملك بجناحه وكان هذا موضع زمزم برحمة الله تعالى وفضله وظلت هاجر عليها السلام تنبش الأرض وتغرف الماء وتسقي ولدها وظلت هكذا في سلام تعيش مع إسماعيل ويزورهما إبراهيم عليه السلام من حين لآخر حتى مرت قبيلة جرهم في طريق سفرها ووجدوا طائرا أعلى جبل فأيقنت قبيلة جرهم أن هناك ماء في هذا المكان فنزلوا في الوادي حيث هاجر وإسماعيل عليهم السلام واستأذنوا أن يقيموا جوارهما وقد كان سيدنا إسماعيل عليه السلام له مكانة خاصة في قلب أبيه سيدنا إبراهيم عليه السلام فهو الابن الأول الذي رزقه الله عز وجل به بعد أن بلغه الكبر فكان أمر الله عز وجل لسيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل ابتلاءا كبيرا واختبارا أكبر لإيمانه وطاعته لله سبحانه وتعالى وتخليص قلبه من كل حب إلا من حب الله عز وجل وما يقرب إليه وأن يكون إبراهيم عليه السلام إخلاصه لله وحده لا شريك له وفي رؤية إبراهيم وهو نائم يرى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه الأكبر فيخبر ولده ويأتيه الرد بالطاعة يا أبا تفعل ما تؤمر لتكون واقعة الذبح من أعظم ابتلاءات سيدنا إسماعيل عليه السلام والتي فيها بيان على قوة إيمانه وثقته في حكمة الله عز وجل في أمره ونهيه فلم يرفض أو يستنكر إسماعيل بل كان صابرا لحكم الله عز وجل وقدره راضيا به مؤمنا موقنا بأنه الحكمة وقال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين وعندما هم إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إذا بالسكين لا تذبح إسماعيل ويقال إن صفيحة من نحاس حالت بين حلقه وبين السكين المهم أن الحال أن السكين لا يذبح وفداء لإسماعيل ظهر كبش ليذبح مكانه برحمة الله وفي قول الله تعالى فلما بلغ معه السعي تم تفسيره على أن سيدنا إسماعيل عليه السلام كان قد بلغ من العمر ما يسمح له بالسعي مع والده ومن الراجح أن يكون عمر سيدنا إسماعيل عند الذبح ثلاثة عشر عاما أو يزيد ولم يكن سيدنا إسماعيل عليه السلام عربيا في الأصل ويقال إنه كان يتكلم الآرمية أو العبرانية ولكنه بعد أن انتقل مع أمه هاجر إلى مكة احتك بقبيلة جرهم والعماليق وأهل اليمن وما يعرفون بالعرب العاربة أو أهل قحطان وتعلم من أهلها اللغة العربية وكان سيدنا إسماعيل عليه السلام أول من نطق باللغة العربية الفصحة وهو بعمر أربعة عشر عاما وهو أول من ركب الخيل واستأنسها ومن صلبه ظهرت العرب المستعربة أي العدنانيين المنتسبين إلى عدنان حفيد إسماعيل عليه السلام ومن شاءهم الحجاز وهم أصل أغلب العرب الآن نشأت بين إسماعيل عليه السلام وأهل قبيلة جرهم علاقة ود واحترام وتبجيل وتعظيم فتزوج منهم ويقال إنه تزوج من العماليق عمارة بن تسعد بن أسامة بن أكيل العماليقي وحينما مر إبراهيم عليه السلام على بيته ولم يجده سأل زوجته عن أحوالهم فشكت الضيق والشدة فأخبرها أن توصي إسماعيل بتغيير عتبة بابه عندما عاد إسماعيل أخبرته زوجته أن رجلا كبيرا قد زارهم أوصافه كذا وكذا وتلت عليه وصيته ففهم إسماعيل أن هذا الرجل هو والده إبراهيم يوصيه بفراق زوجته وبعد فترة زاره إبراهيم عليه السلام مرة أخرى فوجد زوجا غير الأولى وكانت السيدة بنت مضاد بن عمر الجرهمي فسألها إبراهيم عليه السلام عن الأحوال فقالت له إنهم في خير وفضل من الله وسعه وطعامهم اللحم والماء فقال لها أقرئي زوجك مني السلام وأخبريه أن يثبت عتبة بابه وبعد رحيل إبراهيم جاء إسماعيل وأخبرته زوجته بما حدث وبوصية الشيخ الذي زارهم ولم تكن تعلم أنه إبراهيم فقال لها إنه أبي وأمرني أن أمسككي ورزق إسماعيل باثني عشر ولدا قيلهم نابت وكيذار وأزبل وميشي ومسمع وماش ودوسة وآرر ويطور ونبش وطيما وقذيما وينتسب العرب إلى أبنائه نابت وكيذار وقد عرف عن إسماعيل عليه السلام الطاعة لوالده في كل أمر وعندما جاءه إبراهيم عليه السلام ليخبره بأمر الله تعالى ببناء بيت في مكة ما كان من إسماعيل إلا أن أطاع أباه وأعانه فأشار إبراهيم إلى أكمة مرتفعة وما حولها ليكون مكان بيت الله عز وجل فبدأ إبراهيم ومعه إسماعيل في رفع القواعد فكان إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة ويبنيها إبراهيم عليه السلام وهم يرددان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبعد أن ارتفع البناء وضع إسماعيل حجرا لوالده ليصعد عليه ليستكمل البناء وبعد أن أتم بناء البيت دارا معا حوله مرددين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقبل أن يموت إسماعيل عليه السلام أوصى أن تتزوج ابنته نسامة من العيص بن أخيه إسحاق ويقال من سلالتها أتت الروم وبعد أن حضرت الوفاة تم دفنه في الحجر بالحجاز جوار أمه هاجر وكان عمره وقتها مئة وسبع وثلاثين سنة وفي قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام تظهر المعجزات جالية نتاجا لطاعته وقبوله لقضاء الله عز وجل وقدره مثل انفجار عين زمزم تحت قدميه بعد سعي أمه هاجر بين الصفا والمروة وأن يفديه الله عز وجل بكبش عظيم يحول دون ذبحه على يد أبيه إبراهيم بعد أن كان ممتثلا لأمر رب العالمين وإسماعيل هو أول من ركب الخيل وأبو العرب هو الذي أتى من نسله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا إن قصة سيدنا إسماعيل عليه السلام واختبار إيمانه من قصص الأنبياء التي يأتي مع ذكرها تقدير لنعم الله عز وجل وضرورة السعي للعمل الصالح الطيب المشمول بالطاعة والتسليم والرضى بأمر الله تعالى وقضائه والتي ما زلنا نؤدي شعائر الحج إلى وقتنا هذا وفقا لأحداثها هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته